في الاتحاد نتفق كلنا أبو نواف و أبو خالد و جميع المشاهدين أن الاتحاد صدارتها مستحقة و عطفاً على الظروف الصعبة اللي مر فيها بالفعل الاتحاد لو يمكن هذه الظروف حصلت لأي فريق آخر حتى لو من الكبار ممكن ينهار من المستحيل يا بني ممكن ينهار خليه بس أوصل لك نقطة أبو نواف أنا أتكلم فقط عن وصف بطل الشتاء يعني من حق الجماهير الاتحادية والإعلام الاتحادي أيضاً والرأي العام الاتحادي إنه يتغنى بهذا الوصف صح أو لا؟ صح و أي لقب من حق الجماهير إنها ممكن تتغنى فيه لكن أنا أتكلم أنا أن ماذا يفيدك هذا اللقب لو لا سمح الله بالنسبة للاتحاديين جيت نهاية الدوري و أنت منت المتصدر و أنت الثاني و أنت الثالث يعني ألا ترى بأن العبرة بالخواتيم بالضبط اللقب الحقيقي يا علي هو اللي يجب أنا ليش أنا ما أدينا الجمهور الاتحادي و رأي العام الاتحادي إنه يكترث أو يلتفت لهذه المسميات و ينسى الهدف الحقيقي اللي هو المنافسة على بطولة الدور